طيب نروح لحاجة اخرى ايضا وهي يعني كلام بوجهه لعيبة نادي الزمالك لعيبة نادي الزمالك من وجهة نظري توحسن لعيبة في مصر والله يا العظيم ما بجامل ولا بقول اكتر لعيبة منسجمة مع بعض بتمر بظروف صعبة ان هي ثبات التشكيل ده بيؤدي ان معظم اللعيبة 11-12-13 لعب بيلعبوا طول الوقت في البطولة العربية وفي البطولة الافريقية وفي بطولة الدولي وفي بطولة الكاس وفي بطولة السوبر السعودي وبالتالي مع نهاية موسم بيبقى الحمل كبير جدا على هؤلاء اللعبين وبيبقى في خطر ايضا من المدير الفني في تغيير اكتر من لعب في هذا التوقيت يعني احنا لو شفنا رغم من البعض بيهاجم كهربا او اوباما لكن هتلاقي اول ناس لو كهربا اوباما اخدوا انظار ثالث او غابوا هتلاقوا اول ناس جمهور الزمالك او الاعلمين خايفين او احنا كلعيبة كرة قدام خايفين ايه ده اوباما وكهربا مش هيلعبوا المطش اللي جاي اذا قيمة اوباما وكهربا في فريق نات الزمالك قيمة كبيرة جدا في بعض الاحيان بيكونوا غير موفقين وده موجود في كل حتة في العالم وموجود في الكورة وفي بعض الاحيان بيكونوا نجوم ومش هننسى تقلق اوباما مطشط كتيرة جدا واحرازوا اهداف اكثر من رائعة وايضا تقلق قهربا في مطشط كتيرة جدا واحرازوا اهداف كانت سبب في جامعة نقاط كتيرة وكبيرة لنادي الزمالك فانا بقول اتمنى من جمع الزمالك ان هو يكون في ظهر قهربا لان العيبة دي كلها جماعة بتقرس سوشيال ميديا وبتابع كل حاجة بتحصل ونتمنى من جروس يعني هو مدرب كبير لكن نتمنى ان هو يستفيد من جميع التغييرات التلات تغييرات انه يعني يكون في حفاظ على النتيجة بعد ما تتقدم لان من مشاهدتنا لأكتر من اللقاء متتالي بنلاقي ان النادي الزمالك اخر خمس دقائم اللقاء بيصاب مرمى باهداف شفنا مطش تشاد اعتقد في الديئة 85 و88 مطش تشاد اللي هناك شفنا في مطش نصر حسين ضاي في الديئة 90 او 91 شفنا في مطش مصر المقصة حتى واحنا كسبانين اربعة او برضو في الديئة 80 شفنا في مطش طلع الجيش في الديئة 87 شفنا في مطش اتحاد السكندري في الديئة 88 يعني مش عايز انسى لان مطشات كتيرة بيصاب مرمى شفنا في مطش جرمهية ايضا في الديئة 90 فاذا مباريات خصوصا في الدقايق الاخيرة بيصاب مرمى زمالك باهداف وبالتالي لازم يكون علاج لهذا الموضوع عشان اخر 3 مطشات اعصاب جمهور الزمالك كان بيشوف نفس السيناريو امبي بقى زمالك كسبان اتنين بعد كده بقى اتنين واحد امبي ممكن يجيب جون في اي وقت ربنا يسطر زمالك كسبان اتنين بعد كده يجيب جون ممكن طلع الجيش يجيب جون في اي وقت فيجيب نصر حسين ضاي زمالك بيه كسبان واحد وبيقصر الدنيا وبيضع فرص ومطش عالمي وبعد كده نصر حسين دايم ولا هجمة يروح جايب هجمة حتى منه الهدف تسلل بس اتحسب فكل ده لازم من معالجته سريعا لان الزمالك مازال متصدر الدولي العام المصري ومازال ايضا نادي الزمالك سبع نقاط عن النادي الاهلي ومازال نادي الزمالك عنده مجموعة من افضل اللعببة اللي موجودة مش في مصر فقط ولكن في افراقيا والزمالك بمجموعة اللعيبة دي قادر انه يعدي الدوري المجموعات في القونفدرالية بعدما قدم مبارتين مش على مستوى نادي الزمالك ولا على مستوى اللعيبة اللي متمثل نادي الزمالك حاليا وايضا قادر على الحفاظ على تصدره للدوري العام المصري الدوري العام يا جماعة دوري العام عايز اقول لكم كم مطش 34 زمالك لعب 21 فاضل بالزبط 13 مطش صح كده ولا 9 و 4 13 اسبوع 13 اسبوع و 13 مطش اللي نادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر